ونجح عن أخبارنا بكرة إن شاء الله الاجتماع التنصيقي لسوبر اليد الأفريقي إن شاء الله لها يقام يوم الجمعة بإذن الله بكرة الاجتماع يبقى ساعة ونوص سبعة ونوص وهيتسلم فيه القائمة النهائية لكل فريق كل فريق هيروح بقائمته النهائية لأن القائمة المبدأت بعتت طبعا أول مبارح خلاص وكمان كل فريق هيتسلم نتيجة مسحة الكشفة كورونا لأنه طبعا كل فريق هيا من المسحة للعيبة والجهاز وهيتسلمها بكرة وبكرة ساعة ساعة ونوص يعني قبل الاجتماع الفني بساعة كان فيه محاولات كبيرة جدا عشان جمهور يحضر ولكن طبعا بقت بالفشل لأنه طبعا فيه تنصيق ما بين الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأفريقي بياخد إجراءات احترازية جديدة جدا في الموضوع ده وأكبر دليل بطولة كأس الكؤوس اللي شارك فيها أول طبعا أو حامل اللقب فقط عشان يقلل عدد الفرق لثمانية فطبعا فيه إجراءات احترازية كبيرة فرقة هتتمرن بكرة ان شاء الله على الصلاة ومن الساعة خمسة لستة ومن الساعة ستة وربع السبع سبع وربع هتمرن نادي الزمال لكل فرقة هتاخد ساعة واحدة وطبعا زي ما حداكم عارفين يوم الجمعة هيحضر أربعين فرد فقط من كل نادي من ضمنهم أعضاء مجلس دارة عدد أوليال جدا عشان دي الإجراءات الاحترازية